تسمى المسلطة التأمين في المغرب في الان كنا واحد مشاكل عديدة وهي الطرحات التي رأي العمقي تعرف عليها من طريق جمعية مسلطة وصمية التأمين في المغرب وهي نتيجة تراكمات عديدة سواء من ناحية العلاقة التي مازال كمهنة وسط تأمينية الوحيدة في المياه الحرة في المغرب التي مازال لا يوجد قانون يؤثرها أو هيئة تمثلها كمهنة الوحيدة بالنسبة للإدارات العامة التولى وهذا يجعل أن وسط التأمين يكون محلة بدون حماية قانونية التي تحميه أو بدون هيئة تمثلها لك الدفع المصالح لديه على استمرارها وهذا الفراغ هذا القانوني يستغل له شركة التأمين وكي مارسوا ضغوطات كثيرة على الواسط سواء بتوقيف وسائل الإنتاج سواء بعدم دفع المستحقات تجري التي تكون بدمتها سواء في إطار التواطئات التي نعرفها في القيطة التي يمسلها جميع الشركة التأمين عن طريق الجامعة المغربية للشركة التأمين والتي يرسمون قوانين أو قرارات أحدية والتي تحملها واسط التأمين سواء كان هو تأمين أو صنصار التأمين الذي يعمل مع جميع الشركة لكي نعرف هو تأمين يعمل مع شركة واحدة ويقدر في القارن العطاء يعمل مع جوج موافقة الأولى والصنصار التأمين يقدر يعمل مع جميع الشركات والآن لا هذا الواكيل لا تصنصار ولا لديه مشكلة في التعامل مع الموردين الذين هم شركة التأمين يبدأ البتزاز من توقيف وسائل الإنتاج يقلنا عدم دفع المستحقات عدم تنافسية في القطاع كنلاحظوا بين القطاع في تواطئات وتحالفات وهذا يشهدون قاسي والداني لأنه في قطاع التأمينات غير تعريفة مسؤولية المدنية العربية كنلاحظة أنها موحدة في الأتمينة عن جميع الشركات رغم أن القطاع محرر منذ 2006 وهذا يصدر فيه رئيسي شريطة عن جسمه نفسه لكي يؤكد أن القطاع منذ يوليوز 2006 رغم محرر في تحرير ما كان واصل التأمين عنده عمولة موحدة مع جميع الشركات يعني جميع الشركات يمارسون نفس العمولة ونحن نعرف من المحلات التجارية غير ما في وسط المدينة يختلف من شريع كبير وإمكانياتها لكي تصمر لكي تخلص محل تجاري وكي تخلص محل تجاري وكي تخلص محل تجاري فإلا أنه في شريع الرئيسي وليس يحل في مدينة وليس يحل في مدينة رخيصة في حين أن العمولة وحدة على الأقل هذه كتبية أن العمولة لا يجب أن تكون محل بحل وليس يحل في شفر كبير وليس يحل في شفر كبير وليس يحل في المتناول لذلك تأثيرات هذه خلتنا في مشاكل عديدة والأخطر منها هي الشكاية التي تعرضها في شكل متواتر في خيانة الأمانة التي تدفع المحاكم تدير أن العلاقات تجارية تربط مع عق تجاري وبعض المرات تكون في تعامل أوراق تجارية في الغالب كاللقوا بأنه يتابع بخيانة الأمانة وهي تهما ملفقة مع تسند قانوني والأسف صدروا فيها أحكام التي تضروا منها وساطة التي تدرنا نقص الخطر الذي يهدد هذا القطاع ويهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئة التي تخدم عدد كبير وهم مستمرين فلا يمكن أن نتابعوا بهذه الشيكية الكيدية ونضرهم مرتين ونضرهم مرتين في المتابعات الجنحية لما يتعلق بالتجارة وهنا ما نحترم أشهر أخلاق تجارية والأسف هذه الشيكية تحمل المسؤولين لباقي في هذه الممارسات وغير الشهر الفئة كان لدينا أربعة المتابعات الوسطة من شركة معينة بتهم كيدية ويقموا زورة والجؤون للمحكمة الابتدائية فهنا نقول هذا الشيك تركم عدد كثير من المشاكل التي تلهي المسؤولة على القطاع التي تشرف عليه لأسف لم تتدخل والآن لم تتدخلتش كانت من القارة الملاكي الأخير في المجلس الوزرية التي كانت تغيير فيها كانت منه إن شاء الله هذا المسؤول سوف نستعدين لتعاون معه ونكون ألا هوتور لأن القطاع سوف يكون الأحسن عوض المشاكل التي تخبط فيها هذه السنوات التي ملعبت به تدورا لحملها المسؤولية كاملة لديل هذه المشاكل ونكون تدورا لتحلل هذه المشاكل بلما يجبون لقاء هذا ولم يكونوا الخروقات ولم يكونوا التواطئات ولم يكونوا الشهد المشاكل التي يحننا منها هذه السنوات